حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة أيوة دي فاق قلين يا دكتور محمد القول الأولاني يستحب له أن يقضي التكبيرات التي فاتته تتابعاً وإن لم يقضي فلا بأس يستحب خلي بالك يستحب شوفي الوقت دي تاخد تحت ألف خط وما بعدها يعني إيه؟ واحد الوقت يجيه في صلاة الجنازة فاتوا التكبيرتين الأولانيين يا دكتور محمد ولاحق التكبيرتين الأخار الحكم إيه؟ القول الأولاني يقول لك إيه؟ شوف أنت قلت إيه؟ يستحب مش واجب يستحب يقضي هذه التكبيرات المتتابعة طيب يا دكتور محمد تبين ما أضهاش قال لك ما فيش مشكلة لأن احنا قلنا يستحب لا بأس ده هذا القول الأولاني القول الأولاني القول الثاني يقول لك يسلم مع الإمام وليس عليه قضاء يسلم مع مين؟ مع الإمام ليه؟ لأن صلاته صحيحة ومثال على هذا أن هذه التكبيرات تشبه التكبيرات في العدين زي مثلا التكبيرات في صلات العدين فتك خلف الإمام كذا من التكبيرات خلف الإمام هل يجب عليك إعادته؟ ما يجب عليك كم؟ خلاص كده يا دكتور محمد ولذلك القول ده يا دكتور محمد هو القول الراجح والصحيح وهو قول منها دكتور محمد قول ابن عمر وهو قول الحسن وقول غير ما وبه قال الإمام أحمد وانتصر له الإمام بلقدام صاحب المغني وقال على فكرة كلام ابن عمر ده لا يوجد له مخالف من أصحاب النبي اللي هو رأيي تاني اللي هو التكبيرات خلاص يسلم مع الإمام لاحيات نين يسلم مع الإمام لاحيات تلات يسلم مع الإمام إلى آخر هذه الأمور ليه؟ وقال لك أني القول ده ابن عمر لما فعله قاله خطى الهن لم يوجد له مخالف من الصحاب عليه اتفاق حتى إن لم يكن عليه اتفاق بسبب المخالفة اللي قلناه إن البعض يرى كذا لكن لا يوجد له مخالف شكرا الدكتور حبيب